كيف نشوف المزاج حق أهل المجمع يعني نحن يقولون مثلاً أهل البحر مثلاً نوع ما شوي سمحين أهل الجبل شوي حارين نوعاً ما أنتوا هنا نجد بحكمنا طبيعة صحراوية والأمور لكن أغلبكم مزارعين وعندكم هالتجمع وخليط كيف تقدر توصف لي المزاج حقكم شوفوا له رأي المجمع مزاج عالي ورأيك الله إذا الله جاء بالأمطار والخير وربعة الدين أسفحل هذا ما عليه يأكل يوكل عياله ويشبع ويسولف ويغني واحد من الشيبان جدها الرجال أبوك وابدرحمان إيش قال إيش قال قال ما دائما يسمع المطر ينقط على الكشاف اللي خوق المشب والزرع ساتف لأنه الزرع زايد بعل زارعه والزرع زي مستتم وينقط المطر والضوي الشاب فيها شي ينياكله قل هذا الكيف ما يابي شيء ثاني خلاص هذا خياته طوال مجمع يابي الساعة الصدر يابي شيء ينياكله ودخل عليه واحد ولا حاط ندله والبريد وحطه وشاب وزرعه خلاص مسمبل جاهز يبي خلاص الحصاد قال الله قاعد بما تروح قال الحمد الله المطر على الكشاف ودلال على الأجار وحمد الله رب العالم والبات يخلح ما بي شيء نبد أنا من الدنيا وكيف عالي هذا عالي هذا عالي هذا عالي وبعدين رأي لجه هاحد المجمع يعني من برة وشرب من ماها لا يمكن يتعدها مرة يعني ديرة حمد الله المجمع ديرة مرة مرة من قديم الجمال وفي العصر الحاضر في بداياتها جذبت الأسر إليها والتموا إليها والآن كما نشاهد في العصر الحاضر والتنمية الحاضرة في عائد حكومتنا الرشيدة يا ربي لك الحم جامعات وسكة قطار خطوط سريعة ومستشفيات وكشل عندنا يا ربي والمطاعم جاءت عندنا والشركات جاءت عندنا